المخططات الإسرائيلية لغتيال القضية الفلسطينية فشلت بامتياز قد تنجح أياد الاحتلال في اغتيال قادة أو أشخاص لكن اغتيال مبدأ مهمة مستحيلة مهما بلغت فتاكة السلاح المستخدم في العملية وكما فشل الاحتلال في اغتيال القضية سقطت أيضا كل محاولاته لتهجير الفلسطينيين قصريا لأنهم أصحاب الأرض الحقيقيين نبتوا فيها طبيعيا ولم يندسوا إليها من الخارج في المقابل كان من السهل اقتلاع المندسين من أول طلقة أو من أول تهديد حقيقي يهدد أمنهم المزيف فبدأت هجرة آلاف الإسرائيليين إلى أوروبا مرة أخرى حيث جاءوا من عشرات السنين هجرة عكسية بدافع الخوف من المجهول على أرض محتلة لن يهنأوا بالعيش فوقها ولن تغمض فيها أكفانهم ولو لليلة الأرقام دائما لا تجذب ولو أن مصدرها المحتلة نفسه فبالتأكيد دلالتها أعمق وواقعها أكبر صحيفة تايمز أوف إسرائيل ذكرت في يونيو الماضي أن نصف مليون إسرائيلي غادروا بالفعل دورة الاحتلال ولم يعودوا في الأشهر الستة الأولى من الحرب ولا يعلموا ما إذا كان ذلك قرارا مؤقتا أم أنه سيتحول إلى هجرة دائمة وفي يوليو الماضي أكدت الصحيفة نفسها نقلا عما أوردته القناة الثانية عشرة الإسرائيلية اعتمادا على بيانات المكتب المركزي للإحصاء أن عدد أصحاب الجنسية الإسرائيلية الذين غادروا بشكل دائم بعد عملية السابع من أكتوبر ارتفع بشكل كبير في الشهر الأول من الحرب ثم انخفض العدد نسبيا في الأشهر التالية وبحسب تلك الأرقام الجديدة التي ذكرتها الصحيفة الإسرائيلية فقد هجر نحو 12300 إسرائيلي في أكتوبر 2023 ولم يعود هؤلاء حتى يونيو 2024 ثم غادر البلاد 30 ألفا على نحو دائم في الشهرين التاليين وفي المقابل رصد انخفاض واضح في عدد الإسرائيليين العائدين من الخارج هذا العام مقارنة بالعام السابق وبحسب صحيفة جيروزاليم بوست فإن هذا الإحصاء يعكس انخفاض ثقة المواطنين في قيادة جيش الاحتلال ومما يلفت الانتباه أن أصحاب التوجه اليمني في إسرائيل أصبحت الأغلبية العظمى منهم لا تثق في قيادة جيشها ولا حكومتها بل إن نسبة كبيرة من المستوطنين في دولة الاحتلال ممن كانوا يميلون في السابق إلى العدوان العسكري أصبحوا منفتحين نسبيا على الحلول الدبلوماسية عندما يكون رد مزلزلا لا يميل المحتل إلى الحلول الدبلوماسية أما البطش العسكري فأبدا لن تكون نتيجته استقرارا وأمنا مهما طال الزمن ترجمة نانسي قنقر